التوتر يبلغ شده في شبه الجزيرة الكورية مع تطورات مقلقة بين الجارتين الشمالية والجنوبية ففي أول حدث من نوعه منذ خمس سنوات سول تعلن أن بيونج يانج أرسلت عددا من الطائرات المسيرة عبر الحدود التي نجحت في التحليق فوق العاصمة الأمر الذي دفع بكوريا الجنوبية إلى إرسال طائرات حربية في محاولة للتصدي لتلك المسيرات إلا أنها فشلت في إسقاطها ومع استمرار كوريا الشمالية في تجاربها الصاروخية والردود الأمريكية عليها تنظر الأجواء بمزيد من التصعيد المحتمل لمناقشة هذا الموضوع معنا الآن من القاهرة الخبير في الشؤون الأسيوية الدكتور أحمد قنديل مساء الخير دكتور أحمد مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار تطور لافت كما أشرنا لأول مرة منذ خمس سنوات تنتهك طائرات تابعة لكوريا الشمالية المجال الجوي الكوري الجنوبي هل هذا تطور ينذر بشيء ما برأيك في الفترة القادمة مساء الخير يا أستاذ مهند وعلى سادة مشاهدي سكاينيوز في كل مكان بدون شك هذا أخطر تطور في سلسلة التصعيد والتوتر الشديد الذي طرأ على شبه الجزيرة الكورية في الشهور الأخيرة وخاصة منذ قدوم حكومة جديدة إلى كوريا الشمالية هي هذه الحكومة اليمنية متشددة تسعى إلى تعزيز تحالفها مع الولايات المتحدة وحسب ما قال الرئيس الكوريا الجنوبي تأديب زعيم كوريا الشمالية على استفزازاته المتكررة وتهديده لأمن شبه الجزيرة الكورية لأول مرة نشهد هذا العام استئنافاً للمنورات العسكرية المشترقة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وأيضاً اليابان هذه المنورات ينظر إليها صنيع القرار في بيونجانج على أنها استعداداً لغزو محتمل لكوريا الشمالية من جانب الدول الثلاث من أجل الإطاحة بالنظام الحاكم هناك وإقامة نظام جديد حليف لهذه الدول الثلاث والغرب وبالتالي هذا التصعيد وهذه المنورات التي توقفت خلال الأعوام الخمسة الأخيرة يرد عليها من جانب كوريا الشمالية بمثل هذه الأعمال التي تنتهك في الحقيقة اتفاقاً تم التوصل إليه في عام 2018 بين الشطرين الشمالي والجنوبي أثناء الحكومة السابقة للرئيس مونجي إن بإدشاء مناطق عازلة لخفض التوتر بين الجانبين إرسال مسيرات معناها أن هذا الاتفاق تم التخلي عنه تماماً خاصة أن هناك أيضاً ضربات للمدفعية والسواريخ الكورية الشمالية عبر الحدود أو بالقرب من الحدود بين البلدين وكل ذلك يعني أن إجراءات بناء الثقة بين الكوريتين تتلاشى واحداً تلو الآخر وهذا معناه أننا نقترب من مواجهة ما قد تقع في أي لحظة خلال الفترة القادمة نعم ولكن أيضاً الطرف الكوري الجنوبي دكتور قنديل يقول أن كوريا الشمالية تستمر في تجاربها الصاروخية الاستفزازية أول قمر صناعي للتجسس تم إطلاقه نتحدث عن تجارب على صواريخ باليستية عابرة للقارات بإمكانها أن تصل الأراضي الأمريكية وبالتالي الطرف الكوري الجنوبي ومعه الولايات المتحدة تقول هذه عمليات استفزازية ومن هنا جاءت التدريبات المشتركة وتكثيف هذه التمرينات ما رأيك في ذلك؟ الحقيقة اعتاد المراقبون للأوضاف شبه الكورية على مثل هذا التبادل للاتهامات والقاء المسئولية على الطرف الآخر ولكن في تقديري أن الطرف الذي يتحمل مسئولية هذا التصعيد هو الطرف المسئول عن فشل المصاري الدبلوماسي وتوقفه شبه التام منذ اللقاء الذي تم بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونجو أوم في 2019 الولايات المتحدة تعنتت في هذه المفاوضات وتمسكت بالتخلي الكامل عن الأسلحة والبرامج النووية والسرقية لكوريا الشمالية في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الكسحة التي تم فرضها على بيونج يانج كوريا الشمالية من ناحية الأخرى تمسكت بموقفها أن يتم التدرج في مسألة التخلي عن البرامج النووية والسرقية مقابل رفع جزء عن العقوبات الاقتصادية وفك العزلة الدبلوماسية عن كوريا الشمالية وهو الأمر الذي لم تتقبله الإدارة الأمريكية السابقة ولا الإدارة الحالية للرئيس بايدن وبالتالي توقف المسار الدبلوماسي وأصبح هناك حالة من الشلل الدبلوماسي والسياسي شبل التام دون أي أفق سياسي لحل هذه الأزمة ودون أي مبادرات جديدة من جانب دارة الرئيس بايدن وبالتالي هذا التصعيد يجب أن نعرف لماذا حدث بعد فترة طويلة من الهدوء الحقيقة شاهدناها خلال فترة الرئيس السابق دونالد ترامب نعم ولكن البعض يقول الرئيس السابق دونالد ترامب حاول أن يفتح مسارا دبلوماسيا ما من خلال هذه الزيارة التاريخية ولقاءه مع كيم يونج أون ولكن البعض يقول تعنت كوريا الشمالية وزعيمها تحديدا أدى إلى فشل هذا المسار وبالتالي هذا المسار فشل منذ ولادته بسبب التعنت والمطالب برتفعة الصقف لكوريا الشمالية ما رأيك بذلك؟ الحقيقة نختلف تماما مع مثل هذا التقدير لأن كوريا الشمالية دولة شبه معزولة تماما عن العالم مفروض عليها أقصى عقوبات شهادته البشرية من جانب المجتمع الدولي نتيجة إجراءها التغارب النوية والساروقية ولم يتم تخفيف هذه العقوبات كجزرة من أجل حتى حفظ ماء وجه النظام الحاكم يجب أن النظام الحاكم يبني شرعيته في الداخل على أنه قادر على مواجهة الولايات المتحدة من خلال تطوير هذه البرامج وفي ظل عقوبات كسحة ما لم يتم لهذا النظام تلبية بعض مطالبه الاقتصادية والديبلوماسية والعسكرية سوف يكون من الصعب للغاية تبرير أي تنازلات من شانئة وهو الأمر الذي لم نشهده حتى الآن من جانب المسؤولين الأمريكيين المسؤولين عن المصاري التفاوضي مع كوريا الشمالية بالعكس هناك مساعي مستمرة من جانب واشنطن من أجل تجديد العقوبات من أجل إجراء مزيد من صفقات السلاح مع اليابان وكوريا الجنوبية من أجل تطوير العزلة وتجديدها على الكوريين الشماليين بما في ذلك العمل في مجلس الأمن على منع أي انفراغة في هذه الأزمة البعض يخشى دكتور قنديل من أن هذه الأمور قد تتطور بشكل مقصود أو غير مقصود وتخرج عن السيطر يعني عندما نتحدث عن إطلاق مئات القذائف المضادة والتحذيرية وإرسال طائرات مقاتلة وطائرات هيلوكابتر نحو المجال الجوي لكوريا الشمالية البعض يقول هذه يعني ربما آخر مرحلة قبل أن يكون هناك يعني صراع مباشر بين الطرفين هل هذه التحذيرات في مكانها برأيك؟ أعتقد أن جزء كبير من هذه التحذيرات يجب أن أخذه على محمل الجد والخطورة لأن هناك تقارير تشير إلى أن القرية الشمالية في طريقها إلى اختبار نووي سابع بعد التغارب الساروخية التي تعدت الأربعين اختبارا خلال هذا العام وإذا ما تم إجراء مثل هذا الاختبار النووي السابع فسيكون معناه أن القرية الشمالية تمكنت من الوصول إلى قدرات نووية وساروخية تمكنها من الوصول إلى الأراضي الأمريكية وهذا معناه أيضا أن الأراضي الأمريكية كلها سوف تصبح تحت أو في إطار مدى القدرات النووية وهذا سوف يكون نقلة كبيرة في التوازن الاستراتيجي بين قرية الشمالية والولايات المتحدة وبالتالي هذه التحذيرات يجب أخذوها في الحزبان يجب إجراء استئناف سريع للمصاري الدبلوماسي وإلا سوف تنفجر هذه الأزمة في أي لعب شكرا جزيلا لك دكتور أحمد قنديل الخبير في الشؤون الأسيوية كان معنا من القاهرة